السلام عليكم السلفية أنواع وأشكال ويوجدون في جميع المذاهب الإسلامية هي أساساً كلمة السلفية تعود إلى السلف الاقتداء بالسلف الصالح ولكن ليس كل من يدعي السلفية هو يقتدي بالسلف الصالح البعض فعلاً يقتدي بالسلف الصالح والبعض آخر ينتقي ما يريد من أعمال ومواقف وأقوال السلف ويقتدي حتى بالسلف الطالح لأن ليس كل سلف كان صالحاً فيهم صالحون وطالحون والكلمة معروفة يعني كلمة السلفية تطلق على ما يسمى بالوهابية أيضاً ولكنها أيضاً يعني موجودة عند الشيعة ولكنها غير معروفة هذه الكلمة غير معروفة ولكنها موجودة حقيقة وهؤلاء السلف يقتدون ببعض السلف الذي يعتقدون أنه صالح وهو قد يكون طالحاً ويتبعون النظريات المغالية والخرافية والتي يستحيل تطبيقها اليوم يقول لك هذا السلف قال للت أو الشيعة الأوائل قالوا ذلك ولم يكن الشيعة الأوائل ولا أئمة أهل البيت يعرفون تلك النظريات وتلك الأقوال ولكن الآن صار كأنه حقيقة مسلحة فإذن هناك أخ عزيز هو سلفي شيعي يتبنى نظرية الإمامة الإلهية المغالية ويستميت في الدفاع عنها وانتقاد نظرية الشورى المقابلة لها ويتداخل معنا دائماً ونحن نرحبه ونطالبه بأن يتعمق في معرفة السلف الصالح عن السلف ويميز هؤلاء عن السلف الطالح لأنه كثير من الناس اندسوا في صفوف الشيعة وحرفوا أقوال العم الأخ عباس شنين الأوكيلي يقول لي يوجه خطاب لي ويتحداني يقول بما أنك ذكرت الشورى في طرحك دائماً أنا أتحدث عن الشورى يقول أريدك أن تجيبني باختصار وعلى قدر سؤالي بالتحديد ولا تتشعب وأتحداك أن تجيبني بشفافية وواقعية وسؤالي هو هل كانت الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس أم بالشورى فإذا قلت لي بالناس لماذا لم يلتزم الصحابة بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي بن أبي طالب عليه السلام أما إذا قلت لي بأن الأمر كان شورى وكذا وكذا إذن لماذا لم تتم الشورى في اختيار الخليفة الثاني وهل تم اختيار أمر بن خطاب بالشورى أم بوصية من الخليفة الأول وأنا أضيف عليه بعض الإشكالات الأخرى أنه هل كانت شورى سقيفة كاملة وتامة ولماذا لم يشارك فيها الإمام علي مثلا هذا أيضا السؤال يطرحه هو الأخ أدت مرات وكثيرا ما يطرحه السلفيون الشيعة ويضيف الأخ عباس يقول إذا كنت حقا قرأت التعريخ بتجرد وإنصاف وعلمية أجب عن أسئلتي هذه ودعم جوابك بالدليل فنحن أيضا نرحب بهذه المداخلة ونقول له ما يحتاج يعني نتحدى بعض لا تتحداني ولا أتحداك إنما علينا أن ندرس التاريخ الشيعي جيدا وتاريخ البيت جيدا حتى نعرف الحقيقة قلت له الأخ العزيز عباس شنين العقالية المحترم نعم لقد كان انتخاب أبي بكر فلتة وكذلك تعيين أمر فيه كان فيه شائبة التعيين من قبل أبي بكر رغم تشاوره مع الصحابة ولكنه أوصله وكذلك تعيين أمر للشورى المقتصرة على ستة من زعماء البيوتات القراشية المهاجرة وما كان أحد منه من أنصار وفي السقيفة قالوا للأنصار أنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء ولا نقطع أمرا إلا بمشورتكم هنا أيضا تم تجاوز الأنصار ولكن سبب في هذه الإشكالات الواردة والصحيحة هو عدم ترك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لنظام معين نظام سياسي معين وعدم تعيين مجلس للشورى من بعدي ماذا قبل ما يتوفى النبي نجيب من مجموعة مثلا خمسة عشرة خمسين مئة يقولوا أنتم سوروا مجلس شورى وانتخبوا الحاكم الجديد النبي ما عمل هذا الشيء وعدم تحدثه عن طريقة انتخاب الحاكم بعده أنه من أي قبيلة من أي جماعة من أنتخبه من رشح من كذا هذا أيضا النبي ما تحدث عن هذا الموضوع وذلك لأن الله تعالى لم يتحدث بالقرآن الكريم عن الدستور ونظام الحكم وكيفية انتخاب الحاكم من أي قبيلة ومن ينتخبه وكم سنة يبقى في الحكم وما هي علاقة الحاكم بالمحكمين وكيف يمكن معارضته أو محاكمته لو انحرف واسقاطه الله ما تحدث بالقرآن أقرأ القرآن من أوله إلى آخر لا تجدون أي حديث عن ما يسمى اليوم بالدستور أو نظام الحكم لذلك النبي أيضا لم يفصل في هذا الموضوع وهذا يدل على فراغ دستوري مقصود مو الله ترك عبثا أو إهمالا أو نسيانا والعياذ بالله إنما لأن هذا الموضوع يمتد إلى يوم القيامة ما كان يخص فقط خلافة النبي في كم سنة مثلا ذيك الأيام لا إنما حتى اليوم وإلى يوم القيامة فالدستور من يضعه؟ الله يضع الدستور في كل مكان في كل زمان أم المسلمون هم الذين يختارون الحكام ويضعون الدستير ولأنه كان في تجربة الصحابة في فلتة وفي شوية مشكلة فصارت مشاكل مشاكل دستورية مشاكل سياسية تحولت إلى أزمة وإلى فتنة كبرى في عهد أثمان وبعد أثمان مثلا الصحابة قالوا أثمان استقيم قال لا أنا ما أستقيم ما كان في محكمة تبت في الموضوع فصارت الفتنة وصار قتل أثمان بعد ذلك وثم بعد ذلك طلحة والزبير الذين هم مشاركوا في الثورة على أثمان حاول المشاركة في السلطة مع يوم علي بعد إسقاطهم لأثمان قالوا له إحنا وإياك إحنا من أعضاء الشورى ولازم أنت شاركنا بالحكم يوم علي قالوا لا ما أكون شي شي أعطينا فلوس أكثر فلوسا ما أكون أكثر مساواة واحتجة معاوية اللي كان والي بالشام بأنه لم يكن حاضرا في المدينة وقت انتخاب يوم علي قالوا ما بايعتك يعني ما أخضع لك هذا موجود في النجل بلاغة ولكن كل هذه الإشكالات لا تسقط نظرية الشورى أي حق الأمة في انتخاب الإمام ولا تساعد على بناء نظرية النص في مقابل نظرية الشورى لأن هذه النظرية نظرية النص لم تكن موجودة ولم يعرفها حتى الإمام علي عليه السلام ولذلك لم يوصي إلى الإمام الحسن الذي انتخبه الناس وعندما طالبوا بتعيين إمام الحسن قال لهم أني أترككم كما أترككم رسول الله قالوا لي رح نبايع الحسن قال لا أمركم ولا أنهاكم أنت هذا رجاء لكم كيفكم ثم تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية هذا أيضا مسألة دستورية هي حق للإمام أن يتنازل المبايعين الناس مثلا حتى يحارب معاوية يروح يصالحه ويتنازل له عن الخلافة إذا كانت الخلافة من الله لم يكن يجوز للإمام الحسن أن يتنازل عنها ولو كانت الخلافة بالنص والتعيين من قبل الله لم يكن يجوز له التنازل عنها لمعاوية خصمه وخصم أبيه اللدود الذي رفض الإمام علي أن يبقيه واليا على الشام قال له خليني واليا على الشام قال له أبدا ما أخليك أو يقاسمه السلطة قال له نص إليه نص إليك قال أيضا ما أقبل أو يجعله خليفة له من بعده عرض الأشياء معاوية على إمام علي قال له أبدا وبعد كل ذلك يجي إمام حسن مثلا يتنازل يطير خلافة كلها فهذه مشكلة ورأي الناس دور الناس اللي بايعوا الإمام حسن قال له أنت خليفة علينا ويروح يترخلاف المعاوية فهو أزمة صدمة عند الشيعة وبعد كل ذلك فإن نظرية الناس التي قال بها أو افترضها بعض المتكلمين الإمامية في القرن الثاني الهجري وركبوها على أئمة أهل البي بالرغم منهم هم ينفون ويقول لا أنتوا أئمة معينين من قبل الله هذه النظرية واجهت عقبات كأداء كغموض النص على بعضهم ما موجود أي نص أو أن أدام الوصية حتى عليهم الإمام الحسين لم يوصي إلا عليهم أو حدوث أو حدوث البداء كما حدث مع أسماعيل وسيد محمد أو طفولة بعض العام أمهم سبعة ثمان سنوات ما هو نصر إمامه وما هو نصر ناس وكيف يقول هذا الطفل الصغير اللي بعده مو مكلف شرعا لا يصلي ولا يصوم يجي أم المسلمين مثلا ويحكمهم ثم وصلت هذه النظرية إلى طريق المسدود لوفاة الإمام الحسن العسكري دون خلف وراحت وانقطعت انقرضت هذه النظرية وتفرقوا الشيعة إلى 14 فرقة فرقة منهم قالت بوجود ولد الإمام العسكري غائب مستور ما أحد ما شايفه وبقي الشيعة القائلون بالإمامة الإلهية الأثنى عشرية ألف عام ألف عام نظر لنا أو أكثر من دون إمام عمليا صرنا من دون إمام ما عندنا إمام هذه النظرية اللي نقول لطف من الله والله يجب أن يعين ويوصي وكذا عمليا ما موجودة سنة 1200 سنة ما موجودة هذه النظرية حتى تخلى الشيعة عمليا عن هذه النظرية التعجيزية المثالية الخيالية الأسطورية وآمنوا بنظرية الشورى وأقاموا الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية في الأراضي مما يدل على خطأ نظرية النص من أول يوم وعدم وجودها في الواقع وإذا كانت تجربة الصحابة الكرام في تطبيق الشورى تعاني من بعض الإشكالات فلا يهمنا هذا ولا نقدر على تصحيحها وإنما علينا أن نؤمن اليوم بنظرية الشورى ونطبقها على أفضل صورة اليوم وذلك بسن الدساتير المحكمة والرصينة والقوانين الجيدة السياسية يعني الدستورية وممارسة الأمة لحقها في انتخاب الحاكم ومراكبته ومحاسبته وتغييره الأخ أباس عاد فرد عليه قائلا أستاذ أحمد أسألك بربك مسألة عطفية هي مو مسألة خطابية عطفية يقول أسألك بربك هل أنت مقتنع بعد الجواب إذا مقتنع ليش أجاوبك لك يا أخي العزيز هل يؤقل أن خاتم الأنبياء والمرسلين القائل من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية لم يوصي من بعده بالخلافة أم أن الحديث سيجرنا إلى الشجون والأحزان والهجران ونكتفي بكتاب الله وهو حسبنا كما قال الخليفة الثاني ثم أن جنابك تقول في جوابك على سؤالي لك أن القرآن الكريم لم يتحدث عن الدستور ونظام الحكم وكيفية انتخاب الحاكم وخلي ألم تين تعجب حمراء يقول أليس هذا تجريحا وانتقاصا من كتاب الله وتناقضا في المفاهيم والمصاديق في التشريع الرباني والانتقاص من الحكم الإلهية في تشريع منهجية ورسم طريق للبشرية يخدم الناس وفق معايير دقيقة وحكيمة ثم لماذا لم يبايع الإمام علي عليه السلام طواعية ولماذا لم يتم استشارته وفق مبدأ الشورى المزعوم والمضحك المبكي أنك تقول أن نظرية النص مقابل الشورى لم يكن يعرفها الإمام علي عليه السلام وحط له علامتين تعجب أيضا يا سيدي أرجوك أن تخلط بين مصداق العدالة لا تخلط يعني يمكن بين مصداق العدالة ومفهوم الحق فالظروف الاستثنائية التي مرت في أهد الإمام علي والإمام الحسن عليهم السلام يعرفها القاسي والداني وما هي الإشكالية التي حالت دون تسنم وتسلم الإمام علي والإمام الحسن عليهم السلام لمواقعهم واستحقاقاتهم أو استحقاقهم الطبيعي يبقى سؤال محير وموجع للقلوب هل رسول الله صلى الله عليه وآله مات دون وصية أين هي وصية من أوصى بالوصية هل كانت فلتة ما تسميه جنابك بالانتخاب شرعية هاي فلتة هل ترك نبي الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس تركها من دون خليفة يخلفه ولماذا الحق ثقيل وكلمة الحق أثقل منه فقلت له يا أخ عباس العقيل إذا كنت تعتقد بأن النبي أوصى للإمام علي أو أنه ترك نظاما سياسيا للحكم بعده إلى يوم القيامة فأين هذا النظام اليوم يعني هو كأنه يستشكل على الله يقول ليش الله يخلي الأمور ناقصة طيب أقرأ القرآن يا أخي العزيز من أوله لآخره هل تجد فيه حديثا عن مواد الدستور مثلا ما موجود في القرآن هذا الشيء موجود عقيدة في القرآن وقيم وأخلاق وعبادات ما موجود حكي أو كلام عن الدستور ونظام الحكم لأنه تركه للناس حتى الناس بأقلهم يسوون هذا الدستور مو يسوون دستور دينية دستور مدنية صلى كون واقعي يعني إن تبني الشيعة ومراجع الشيعة اليوم للنظام الجمهوري الديمقراطي يؤكد عدم وجود ذلك النظام القائم على النص والعصمة والسلالة اليوم اليوم ما عدنا نظام بهذه المواصفات الإمامية ولا يهمنا بعد ذلك الجدل التاريخي العقيم بين الإمامية وغيرهم هل أوصل نبي للإمام أم ترك الأمر الشورى بين المسلمين بالنتيجة الآن ما عدنا نظام وصية نظام نص وإمامه حاول أن تكون واقعياً معاصراً وتنظر إلى متطلبات الحياة السياسية الراهنة ولا تدوغ نفسك كثيراً بالنظريات الخيالية المثالية المنكردة وأما الحديث الذي نقلته عن الرسول العظم من مات ولم يوصي مات ميتة جاهلية فهذا حديث غير موجود وغير صحيح ما دم نجاب سامع يمكن من منابر أو شيء أو مختلط عليك الأمر ولم يقل ولم يقل أن من لم يوصي يموت ميتة جاهلية ما عندنا شيء هذا هناك حديث مشابه أيضاً ضعيف هو من مات ولم وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية وهذا حديث أيضاً أنا أرفض واناقشته أيضاً ثم أنه أولاً هذا حديث مصحيح من مات ولم يوصي ولم يجاب يا أخي العزيز يعني تكون كلامك علمي يعني تستنت على أقوال ثابتة وأكيدة وليس تجيب لأشياء طائرة من هنا و هناك وأسئلة عاطفية وعقلية والله يسميها عقلية وليس عقلية لماذا كيف النبي عافنا وكذا وهذا أنت أنت مسوي صورة مثالية براسك وتريد الله يسمع كلامك ما يصير الله لا تحدث عن هذا الموضوع في القرآن ولماذا لون القرآن ولماذا لون النبي والإسلام يترك الأمور هذه هذا انتقاس من الحكمة الإلهية تعترض على الله يعني أنت لو تسمع كلامه ولماذا شب الله شنو قايل بدون ما يتفلسف على الأمور هذه بعدين نجي للنبي النبي أوصى الإمام علي ولكن بماذا أوصاه بأموره الشخصية وقضاء ديونه ورعاية نسائي وما إلى ذلك ولكنه لم يوصد بالخلافة لأن المسألة لا تتحلق فقط بالإمام علي وإنما هي مسألة ممتدة إلى يوم القيامة فكيف نعرف الوصية أو النص في واحد بعد الآخر وهل وجد النص في التاريخ أو الوصية على باقي الأمور 12 ما الإمام زجاد لا وصية عليه وباقي الأمور نفس الشيء كان فيه غموض في النص وفي الوصية فلماذا تفرق الشيء إذا كان أكو وصايا ونصوص واضحة وسريحة فلماذا تفرق الشيء الإمامية إلى فرق عديدة بعد وفاة كل إمام لأنه لأنه لم يكن موجود لا نص ولا وصية لذلك لجأوا إلى المعاجز كانوا يدعون إدعاءات يعني أنه والله الإمام الآن إمام باكر صنع فيد من الطين وركب عليه وطار بيه وراح للمك الإمام الكاظ لم يكن ما يفعل صورة أسد بالحياة وطلعها ويأكل في الإنسان ورجع للحياة مرة ثانية وهكذا قصص كلها يجلبوه هذه أساطير دعايات كاذبة الإمامية كانوا يختلقوها حتى يثبتون إمامة الأئمة لأنه لأدم علم غيم لأدم معاجز وهذا كل مصحيح لأدم علم غيم ولا معاجز فأنت شنو بالقوة التي تسوي نظرية يعني من عندك حتى لو الله لم يسويها يعود الأخ يعني يستميد في الدفاع عن نظرية الناس ورفض نظرية الشورى يقول حسنا الأخ عباس شنين يقول حسنا يقولون إن فر المحال ليس بالمحال السؤال هنا لماذا لم يترك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للأمة نظاما سياسيا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إنكارك لوصية النبي للإمام علي عليه سلام وواقعة الغدير وما جاء فيها من حديث للرسول الله صلى الله عليه وآله فيها يجعلك بعيدا كل البعد عن التواصل مع المنطق وهذه هي مسألة منطقية أو مسألة أخبارية مسألة أخبارية مو منطقية يجعلك بعيدا كل البعد عن التواصل مع المنطق والواقع وتحكيم العقل هذه مو مسألة عقلية إذا عندك نص جيب لي مو مسألة عقلية هذه فبمجرد قراءة ما جاء من حديث رسول الله في يوم الغدير الذي يرويه الفريقان سنة وشيع ستجد أن الوصية للإمام علي من النبي كانت دستورا ربانيا من نبي لا ينطق عن الهواء أنا أشك أنت قال حديث الغدير عند سنة وشيع أشك حقيقة لأنه أقرأ بمصادر الأصلية سواء عند الشيخ المفيد أو الكليني أو غيره فضلا عن السنة من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم انصر من نصرها واخذ من خذنا ما في أكثر من هذا ما كان في تعيين للخلافة لا لمام علي عرف ذلك ولا صحابة عرفة ولا أحد عرفه فأتروح راجع النص الأصلي حتى سيد المرتضى علم الهدى في رده على القاضي المعتزلي الهامداني يقول له لا أحد يقول من الشيعة أن هناك نص جلي على الإمام وحديث الغدير ليس نصاً جلياً فأتماد منين باني كل ثقافتك على السماع يبدو ما تقرأ وحيقرأ كتب بحظين وتأكد من المواضيع بدكة وتعال بعدين ناقش يا أخي العزيز ثم يقول أما الواقعية والمعاصرة أنا أما الواقعية هو يضيب أما الواقعية والمعاصرة التي تتبناها أنت والتي تريد أن تفرضها على غيرك على حسب إغفال حقائق التعريخ أخي العزيز أنا ما أحتاج أفرض شيء على الناس هم الناس متبنين هالشيء هذا واقعيين ومعاصرين عصرانين كما السلفين يسمون الناس عصرانين يعني عايشين بالعصر ويطبقون نظام الشورى سواء في إيران أو في العراق يقول له أنت تفرضها على حساب إغفال حقائق التعريخ وطمس هوية التشيع هوية التشيع فليست نظرية الإمام ولا المغالاة والغلوب الأئمة هوية التشيع هو العدل هو الحرية هو الشورى هو الاستقلال اليوم هذه هي هوية التشيع يقول أنت قاعد تطمس هوية التشيع ونشأته يعني كأنه خطاب تحريضي أكثر ما هو خطاب علمي يعني ونشأته وتاريخه فأنتواهم لأن حاضر الأمة ومستقبلها يعتمدوا ويستمدوا من تاريخها طيب شلون تربط الآن الواقع الشيعي اليوم بنظرية الإمامة شلون تربط شلون تجيب نظرية الإمامة وتطبقها في بلدك أدعر بشلون فكر في هذه المسألة شوية أو لا يقول فلا أعتقد أنك كنت موفقا في جوابك لي ومحاولة إقناعي بأن لا وجود لوصية للنبي الخاتم وأنه ترك الأمة بلا رائعي هل يعقل هذا الكلام يا أستاذ ولماذا تركهم بلا وصية يا أخي العزيز أنت مو تسأل أن يروح شوف ابحث شوف النبي ترك وصية لو ما ترك مو أنت قاعد الآن مؤمن في النظرية وتريد تسويه حقيقة واقعية وتنسى واقعك اليوم وتروح تعيش بالتاريخ هل يوجد شيء ونسمه شورع طبقه المسلمون يسأل أيضا يعني إذن المسلمين ما طبقوا الآن إحنا لازم نطبق الآن العالم كله يؤمن بالشورى يؤمن بالديمقراطية هذه مسألة عقلية ومدنية وعرفية وإحنا بالإمكان نطبق الشورى وما أدنى غير الشورى حتى نطبق ها هنا أتدخل آخر اسمه فيصل الخالدي فيجيب الأخ عباس يقول نظرية الإمامة مثالية خيالية لا يمكن تطبيقها ولم تكن نظرية أهل البيت ولم تذكر حتى بالقرآن إنما اختلقها المتكلمون الشيعة في القرن الرابع لا اختلقها المتكلمون في القرن الثاني في الحقيقة النظرية للأمور نزعوه إلى حديث جديد ولا يمكن تطبيقه لأن بوفاة الحسن العسكري وهو أصلا ليس لديه خلف انهارت النظرية الإمامية ووصلت لطريقة المسدود والمسلمون وخصوصا الشيعة عاشوا منذ 1200 سنة لحد الآن بدون هذا الإمام المزعوم وشكلوا حكومات واندمجوا بالحكومات والأنظمة ولم يلتفتوا إلى أحاديث وروايات مزورة ليس لها واقع تحياتي وأنا أضفت على ذلك قلت له وصية النبي للإمام علي يعني لا تكون دليلا على الإمام كما يقول الشيخ المفيد يعتبر وصية النبي للإمام علي دليلا على الإمام ينقل الشيخ المفيد وهذا كتابي شوفه وراي الشيخ المفيد مؤسس المذهب الـ 12 البويهي ينقل الشيخ المفيد وسائر الإمامية السلفيين يعني نص الوصية التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وعلي الإمام علي بن إبن في آخر أيام حياته عندما كان في مرض الموت وهي وصية عادية شخصية كل الشيخ ينقلوا هذه وصية عرضها النبي في البداية على عمه العباس فاستثقلها فعرضها الإمام علي تقبلها ولم تكن وصية بالدين ولا بالخلافة والإمام ولكن الإمامية وخصوصا الغلات مثل عبدالله بن سبق حاولوا أن يتكئوا عليها ويعتبرونها نصا بالإمام أو يعتبروها نصا بالإمام وقد رواها الشيخ المفيد ولم يعلق عليها وهي كما يلي قال رسول الله يا عباس يا عم رسول الله تقبل وصيتي وتنجز عذتي وتقضي عني ديني فقال العباس يا رسول الله عمك شيخ كبير ذو عيال وأنت تباري الريح سخاء وكرم وعليك وعد لا ينهض به عمك أنتك عود وأنا ما أقدر أوفى به فأقبل على أمير المؤمنين فقال له يا أخي تقبل وصيتي وتنجز عذتي عذتي يعني موعد الناس كذا وتقضي عني ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي تقوم بأمر نساء النبي من يعيلهم مثلا أنت تقوم به هذا الشيء قال نعم يا رسول الله فقال له ادن مني فدنى منه فضمه إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودعه وجميع إلامته فدفع ذلك إليه والتمس أصابة كان يشدها على بطنه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحرب فجيء بها إليه فدفعها إلى أمير المؤمنين وقال له امضي على اسم الله إلى منزلك هاي وصية النبي هذه أوضح من حديث الغدير بس ما بيه دلالة على الإمامة وصية عادية هاي الشيخ المفيد نقولها وراجعوا هذا عندي كتاب إذا تحبون تراجعوه مفصلا وهناك حديث آخر ربما يتشبث به بعض السلفيين اليوم وكانوا يتشبثون به سابقا أيضا وكان محل جدل ونقاش بين الشيخ المفيد وبين الزيدية الذين كانوا يعتمدون على حديث الأترة أو التقلين إذن فهناك حديث آخر يتضمن الوصية بالأترة الوصية بالأترة مو الوصية للأترة شوفوا فرق كبير هذا واحد يوصي لفلان يعني هذا تطيحك فلان أو يوصي به دير بالك عليه يتضمن الوصية بالأترة وأهل البيت واتخذ منه بعض الإمامية دليلا على النص على أئمة أهل البيت بالإمامة وهو حديث تطور عبر التاريخ هذا حديث الزقالين دائما أدى نسخ أديدة واستغله أكثر من طرف من أقرباء الرسول حتى العباسين أنا أترة الرسول وأهل لازم نحكمكم وقد روى المفيد نسخته الأولى فقال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن علي السيرفي قال حدثنا جعفر بن محمد الحسيني قال حدثنا عيسى بن مهران قال أخبرنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أكرم عن عبد الله بن عباس قال إن علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس دخلوا على رسول الله في مرضه الذي قبر فيه فخرج في ملحفة وعصابة حتى جلس على المنبر ثم قال خطبة طويلة أو مطويلة يعني أنا أقتطف من عندها فقرة ألا أني لاحق بربي وقد تركت فيكم ما أن تمسقتم به لن تظلوا كتاب الله تعالى بين أظهركم تقرؤونه صباحاً ومساءاً فلا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا أخواناً كما أمركم الله شوفوها لم يوصي الكتابلعوترى الكتاب فقط أوصى كله النبي وقد خلفت فيكم listراи أهلهبيتي وأنا أوصيكم بهم اوصيكم بهم قولوا بالكما عليهم ثم اوصيكم بهذا الحي من الأنصار الأنصار لم يص pill LUU النبي قال ديروا بالكم عليهم فقد عرفتم بلاهم عند الله ذول الأنصار بلاهم عند الله عز وجل وعند رسوله وعند المؤمنين ألم يوسعوا في الديار ويشاطروا الثمار ويؤثروا بهم الخصاصة عندما أجوهم المهاجرون ذول أهلهم سهل أمطوهم بيوتهم وبساتين وأعمالهم فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسن الأنصار وليتجاوز عن مسيئهم هيا وصلت النبي بالأنصار ونفس الشي وصلت بأهل البيت فمو أنه صار أئمة اليوم القيامة ابن عباس يقول وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى لقي الله عز وجل وكما يلاحظ فإن هذه الوصية لا تتضمن حديثا عن الإمامة والخلافة وإنما تتوجه إلى عامة المسلمين بالاهتمام بالأترة وأهل بيت النبي والأنصار ولكن هذه الوصية تطورت إلى الرواية المشهورة أني تعركم فيكم التقلين كتاب الله وإترة بعد أن صارت الشكر ولئن كانت هذه الرواية قد اشتهرت في القرن الثاني الهجري واعتمد عليها لها شميون والعباسيون خصوصا في بناء شرعيتهم السياسية الدينية فإنها لم تصبح متواترة وظلت كما هي خبر أحد لا يحتوي على معنى سياسي وإنما يقتصره على الحب والمودة خبر المتواتر لازم يكون عند كل الناس معروف وقوي ومو متلعبين به أن الشيخ المفيد رفض الاعتماد على حديث التقلين أو العترة في نظرية الإمامة وقال في حواره مع الزيدية الجارودية عنده كتاب اسمه الجارودية وموجود هذا الحوار فيه هو حوار طويل إلى أن يقول في ردة على الزيدية الذين يعتمدون على هذا الحديث قالت الإمامية هذا الخبر بأن يكون حجة لمن جعل الإمامة في جميع بني هاشم أو لا من أن يكون حجة لمن جعلها في ودفاقنا لأن جميع بني هاشم أترة النبي وأهل بيته بلا اختلاف هذا شيء أكيد ما أحد خالبي وأضاف المفيد لكننا لا نعتمد على ذلك ولا نجعله أصلا لنا في الحجة شوفوا شلون هذا حديث التقالين اللي يشبثون به أنه النبي أوصى بهم أو أوصى لهم لا يدلوا أصلا موثابة حديث يعني موضوع بعدين هو متلاعب فيه فإذن يا أخ عباس 2 لماذا لا تقرأ كتب مؤسسي المذهب الإمامي لـ 12 لماذا لا تدرس نظرية الإمامة جيدا حتى تعرف موقف أئمة أهل البيت منها لماذا لا تنظر إلى الواقع اليوم لماذا تتشبث بعد التاريخ سواء أن الصحابة طبقوا الشورى أفضل تطبيق أو كانت هناك ثغرات ماذا يهم من اليوم نظرية الشورى لا تسقط ونظرية الإمامة لا تقوم مقامها هي نظرية بائدة وما موجودة وخيالية وسرية قال بها بعض الناس انتهت وراحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته